طبعاً إعادة ضربة الجزاء بسبب غروج الحارس منا على الخط يعنينا ولذلك لقى الفتاقة السطرة إسلام سيما إن شاء الله نبقى في تركيزه بسبب إعادة الضربة فنجح ينتظر جمال في الماضي لا يريد أن ينظر حتى في المباراة الوثيئة أنتم حرارة هادي لحفر اتصارات فقط إسلام 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 إhuiس إسلام إعادة الضربة الجزاء